تقرير لصحيفة البوليتيكو يكشف أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لإنشاء قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة بعد الحرب تتكون أساسا من قوات عربية نقلت البوليتيكو عن مسؤولين أمريكيين وعرب أن بايدن يرفض وجود قوات أمريكية داخل غزة ضمن مقترح القوة متعددة الجنسيات ويأتي ذلك وأصدى مقترحات وخطط عديدة طرحت مؤخرا حول طريقة إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب فيما تتضارب أراء الأطراف الفاعلة في هذا الملف حول تلك الخطط ضيفي من القاهرة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الدكتور خالد عكاشة دكتور خالد أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار هي صحيفة البوليتيكو من نقلت بأن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لإنشاء هذه القوة متعددة الجنسيات من دون طبعا المشاركة الأمريكية وعلى ما يبدو تتكون هذه القوات أساسا من قوات عربية بحسب مقرأنا دكتور ما مدى وقعية هذا الطرح بداية تحياتي لحضرتك أستاذ شانتيرلو للسادة المتابعين جميعا يعني أعتقد أننا اليوم في مساحة تطرح فيها كثير من الأطرحات في مساحة تفكير أو بحث عن أفكار جميعها تقع تحت عنوان كبير هو اليوم التالي للمفارقة أن أعلى ذات الصحيفة صحيفة بوليتيكو نشرت اليوم أيضا تقريرا عنوانته بعنوان شديد الدلالة هذا العنوان يقول نصا لماذا عديد من الخطط التي تتعلق باليوم التالي لقطاع غزة لا ترقى لأن تكون خطة هناك شيئا مفقودا هكذا عنوانت هذا التقرير هذا الشيء المفقود الذي تساءلت عنه ذات الصحيفة بوليتيكو التي طرحت الطرحة الذي بدأت به حضرتك حديثك أعتقد هي مست جوهر هذه الأفكار المتناثرة هنا أو هناك بحثا عن محاولة استقراء المستقبل القريب على وجه التحديد السؤال الذي يتعلق بأن هناك شيئا مفقودا أن المفقود الوحيد الواضح والماثل للعيان هو حجم الثقة مساحات الثقة ما بين كافة الأطراف وبالطبع على رأس هذه الأطراف الجانب الإسرائيلي والجانب الآخر حركة حماس لأول مرة في جوالات التصعيد المتتالية والمتتابعة التي شهدتها الاشتباكات العسكرية ما بين إسرائيل ما بين قطاع غزة هذه المرة هناك أزمة ثقة عميقة حتى أن الوسطاء والمفاوضون يعتقدون بشكل كبير بأن هناك ثمة انقلاب في الأفق سيحدث حتى وإن وضع وهذا ما جعل البعض جعلت الشكل سلبي دكتور خامد حقيقة على ما ورد في البوليتيكو في البعض يقول هل الوقت أصلا مناسب لطرح هذه الخطط في هذه المرحلة قبل إنهاء الحرب وقبل إدخال المساعدات إلى أبناء القطاع المحتجين بالفعل إلى هذه المساعدات يعني هنا كمان تساؤل أضفت إليه أنت مسألة الثقة اليوم هلأ فيه كمان تساؤل آخر أي شروط مطلوبة لإنجاح خطط من هذا القبيل يعني عندما طرح هذا المخطط قبل ذلك كان فيه حديث واضح وصريح أن دول المنطقة غير موافقة على المشاركة في تحديد مصير القطاع يعني هذه مقطة شائكة وما تطرحينه حضرتك صحيح بل وشديد الأهمية لأن رفض الدول العربية التعاطي مع مثل هذا الطرح لأن أصل هذا الطرح حتى نكون نتحدث بكل الشفافية الممكنة ألا يمكن أن يتصور أن تكون هناك قوات عربية تلعب دور المحتل لقطاع غزة أو على الأقل القوة التي ستحمي إسرائيل من قطاع غزة هذه نظريات تضعها لولايات المتحدة الأمريكية كي تتهرب من مسؤوليات وضع ترتيبات أمنية مستقرة الدول العربية لديها خبرة عميقة وكبيرة في هذا الملف وخاصة الدول ذات الجوار المباشر وأتحدث بشكل محدد عن كل من مصر والأردن في فصول سابقة أو في عقود سابقة ليس سرا أن كل من مصر والأردن قدمت دعما كبيرا للسلطة الفلسطينية في وقت الرئيس ياسر عرفات هذا الدعم كان دعما مؤسسيا حتى وصل إلى دعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية هنا كانت الدول العربية تقوم بدور لبناء المؤسسات الفلسطينية كي تلعب دورها كي تدير عملها بشكل اخترافي تابع هذه القراءة والدور الذي لعبته هذه الدول حقيقة أتساءل معك ما الذي أردته إدارة الرئيس بايدن عندما وضعت هذا التصور عندما قال الرئيس بايدن قوات متعددة الجنسيات لا تشارك فيها القوات الأمريكية الأمر الذي يعلق عليه بشكل واضح شو المقصود؟ المقصود هو حماية إسرائيل عبر طرف ثالث هو الدول العربية وفي بعض من الأطرحات كان هناك طرحا لدول إسلامية في محاولة لتوسيع رقعة المشاركة من دول مثل تركيا مثل أندونيسيا مثل بعض من الدول الأسيوية هناك رغبة أمريكية لتوفير سطار وسياج أمني يحمي إسرائيل من الفصائل المقاومة داخل قطاع غزة هكذا بكل بساطة وأن يكون هذا الطرف هو طرف ثالث تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تجمل مثل هذا المقترح بجعله عربيا كي تقول بأنها قوات أشقاء قوات يمكن أن تتعامل مع الفلسطينيين لكنه اقتراح مفخخ بكل ما تحمله الكلمة وعندما عدت بالزاكرة إلى الدعم الذي قدمته دول عربية الظروف والمناخ والبيئة كانت مختلفة تماما لاختلاف لم يكن الأمر بهذا القدر من عدم الثقة التي بدأنا بها حديثنا والذي طرحت حضرتك سؤال في اللقاء السابق مع الزميلة من واشنطن حول رغبة حماس في استلام ضمانات مكتوبة وهي أيضا ردت على حضرتك وتحدثت عن أن هناك خشية من أن تقوم إسرائيل بالانقلاب ووضع خطط سرية تقفز على المرحلة الثانية من أطروح بايدن للهدنة لتعاود الحرب مرة أخرى وهذا احتمال وارد بنسب كبيرة للغاية أن إسرائيل تراوغ بشكل كبير الولايات المتحدة الأمريكية متلهفة كي تحاول أن تصل إلى مرحلة استقرار تعينها على الدخول إلى المعركة الانتخابية من المستفيد من تفعيل هذه الخطط في المرحلة الحالية إن أردنا أن نفهم ما دوافع من وراء هذا الطرح المستفيد بوضوح هي إسرائيل في المقام الأول والولايات المتحدة الأمريكية ثانيا طورية قوات عربية ستكون تابعة لعديد من الدول العربية بجنود وبقوات حتى إن كانت قوات أمنية هي تدفع بهذه القوات إلى لهيب عدم الاستقرار في داخل قطاع غزة منطقة سائلة منطقة معبئة كبرميل للبرود معبئ لأن ينفجر في كل لحظة من دون أفق سياسي هي تنظر الولايات المتحدة بهذا الطرح من أجل أن تعطي حلا أمنيا من منزوع السياسة من دون أن يكون هناك حلا سياسيا متكاملا كما ذكرنا سابقا عندما كانت السلطة تتسلم هذا الطرح مع حديث لأنتوني بلينكين اليوم خلال زيارته لقطر يؤكد فيه أن حركة حماس لا يمكن أن تكون في إدارة مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء هذه الحرب هذا صحيح هو الجانب الأمريكي يلح من خلال تصريحات مسؤولينه الكبار ومنهم وزير الخارجية وفي بعض من المواقف الأخرى مستشار الأمن القومي الإلحاء حول تفهم القضاء الكامل على حماس زاحت حماس بشكل كامل عن أي دور مستقبلي في قطاع غزة تأكدات تلعب لصالح إسرائيل من دون تقديم بداء الموضوعية من دون الدخول في تفاصيل هي قنابل موقوطة في داخل الطرح الأمريكي الفتفاض والواسع والذي لم يتمس بشكل حقيقي ولم يمارس أي قدر من الضغط على الجانب الإسرائيلي كي يحلح من موقفه المتصلب حول ضرورة القضاء الكامل على أي إدارة هو يرفض إدارة السلطة الفلسطينية أيضاً هو لم يغادر معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى هذه اللحظة لم يقدم ولو مبادئ قليلة تؤشر أن هناك في الأفق مصاراً سياسياً يمكن فيه طرح القضايا الخلافية والقضايا الشائكة ووضع تصورات عشرات من المراكز الأبحاث والدراسات على مستوى العالم ومنها مراكز عربية وضعت كثير من الأطرحات المعقولة والمقبولة لكنها تنتظر مواقف أكثر عقلانية من الأطراف وخاصة الولايات المتحدة وإسرائيل شكراً على هذه المداخلة القيمة من الدكتور خالد عكاش مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية من القاهرة